يقول في هذا السؤال بأنه حج العام الماضي وأجل طواف الإفاضة مع طواف الوداع يقول وأديت طواف الإفاضة ولم أكن على وضوء وأديت صلاة المغرب والعشاء أيضا ولم أكن على وضوء فأفيدوني بذلك نفيدك بأن صلاة المغرب والعشاء على غير وضوء صلاة باطلة وأنك آثم بذلك إن كنت تعلم أن هذا حرام وعليك أن تعيدها الآن فتصلي المغرب ثلاثا والعشاء أربعان لأنك صليت خلف الإمام والمثابر إذا صلى خلف الإمام وجب عليه الثمان وأما بالنسبة للطواف فالراجع المعين لأنه لازم كإعادته لأنه ليس هناك دليل على وجوب الطهارة من الحدث الأصفر في الطواف وهذا هو مختاره الشيخ الإسلام بن ثمية رحمه الله وانتسر له وعيده ببراهين من راجعها وعلم أن الصواب هو هذا القول ولكن لا ينبغي الإنسان عن التساحل في هذا الأمر فيطوف بغير وضوء إنما لو وقع مثل هذا الحال الذي لست ألا من السائل فإنه لا يزمه إعادة للطواف وحكيه قد تم ترجمة نانسي قنقر